يعني مزبوط يعني صراحة وين ما بتشوف فيه مسلمين بتشوف فيه تهجير وبتشوف فيه دماء وقتل وصراعات يعني معقول مش هم المشكلجية زلمة وين ما هم موجودين فيه مشاكل هاي الرسائل اللي بتوصلني ومثلها كثير بوصل أحيانا بعض الناس بتتساءل ما فاهمي الموضوع لازم نكون فاهمين الموضوع كمسلمين علشان ما نضيق الموضوع إذا أضعت الموضوع أضعت الموضوع تبعك وما فهمت أنت وين بإذن الله تعالى هذا الفيديو جاء علشان أوضح هاي النقطة وحط النقاط على الحروف للناس اللي فعلا حاب بإنها تعرف بتمنى وإن شاء الله رب العالمين هذا الفيديو ما يوخذ من وقتكم كثير ويكون قصير بس وصلكم الفائدة كلها فتابعوا للنهاية بعد ما نزل الوحية على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كثير احتار في الموضوع يعني مين هاذ إيش اللي بنزل عليه شو اللي كاعد بصير يعني أنا ما فهم اللي بدور يعني مع كل جن مع كل عفريت مع كل إنسحارت أنا ما فهم فتوجه للسيدة خديجي رضي الله عنها وأرضها فحاولت تعمل معه تجربة حلوة في البيت كاعدته هيك في حظنها وقالت له اطلع على الجهة الشمال بتشوفه فكلها آه شايفه قالت له تعالها يجه على اليمين قاله آه شايفه فقالت له لحظة شوي شلحت عن راسها فقالت له هسا شايفه قالها لا اختفى فقالت له هذا ملك مش شيطان لكن ظل يعني الموضوع ماشي احنا عرفنا ملك مش شيطان بهذا الاختبار الصغير لكن بدنا حدا يفهمنا فقالت له السيدة خديجي رضي الله عنها وأرضها قالت له شورها يكن رو عندي ابن عمي كان ابن عمها رجل قد تنصر ودرس اللغة العبرية بشكل كثيف وكان يجيدها يقرأها ويتحدثها وقرأ التوراة ودرس الإنجيل وكان عن جد صاحب علم غزير فقالت له ايش راكن رو عندي ابن عمي ابن عمها اسمه ورقة ورقة ابن نوفل فقالها من روح يعني فجلسوا فورقة قالها النبي عليه الصلاة والسلام احكي هاتشوف اللي عندك فحكى له شو بشوف فورقة مباشرة بس سمعوا هيك بحكوا هاي المواصفات اللي بتصير معه قال له هذا الناموس الذي انزل على موسى بن عمران وكان نقطتين هامتين هسا هون احنا لب الموضوع قال له ليتني كنت حيا هذا ورقة بكل النبي عليه الصلاة والسلام ليتني كنت حيا حين يخرجك قومك النبي عليه الصلاة والسلام هون صفا انت عارف يا ورقة شو بتحكي انت مستوعب الكلم اللي قلتها أنا مين أنا محمد ماشي محمدي بن مين احنا اسياد 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 يعني النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله اذا بترجع في كل سلالته امر غريب كريم بن كريم بن كريم يعني في كل سلالته ما في واحد ما في واحد في سوء انا انا من اشراف القوم بعدين استنى تاعة كلها كوركة انت مستوعب شو بتقول انا قبل اربع سنوات خمس سنوات بس لما احتارت بلدك في بناء في وضع الحجر الاساس لأهم معلم فيها واهم رمز ديني اجوني انا انا اللي امنوني يطلعون مين شو بتحكي انت وليش يطلعوني من الدار يعني تهجير تهجير قصري كيف استنى كلها يزا من انت ناس انه وانا عمري عشرين سنة يعني وهي الناس بعدهم ولاد يلعبوا بالشوارع انا عمري عشرين سنة كنت احضر من هذاك الجيل كنت احضر اهم مؤتمرات واجتماعات سرية في البلد القيادة كلها لما تجتمع والروسل كبيرة كان عمري عشرين بعد نيادة وبعشرين سنة اجتمع معهم وكل فيهم راي والكل يعني يطلع علي بهيبي انا هيبي يزا مستنى شوي كل بلدك واموالها وكل الثروات وكل واحد مش عارف وينه حط اهم مستندات عنده واهم امواله يجيني امنات يزا ميطلعوا مين انت انت مستوعي شو بتقول فقال له شوف النقطة الاولى مهمة قاعدة هسه بوضحها ورقة وبسكت النبي عليه الصلاة والسلام وكل حياته يقضيها القاعدة اللي بيقولها ورقة تطبق طب بس هيك لا وعلى زماننا وكل الازمنة شوف شو بقول ورقة ليتني كنت حيا حين يخرجك قومك قال او مخرجيهم مثل ما قلتلكم شو بتقول انت بطلعوني قال نعم انه لم يجيء احد بمثل ما جئت به الا عودي مستحيل حدا يكون حامل الفكر والايديولوجي اللي انت حاملها الا عودي واخرج من بيته بتذكركم بشيء هاي اخرج من بيته يعني في هاي الايام لمحين منها شيء في اي شيء هيك حام حواليكم الا عودي واخرج من بيته ما في قاعدي ما كان لوا بعض الذين جاءوا ما كان لها قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي وبطلعوا طيب حسن شو هاي هاي مرعبي يعني انت قصدك انحن اذا اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام وحملنا فكره وحاولنا ننشره كلنا رح نعادى انت شايفة خطرة سيئة اللي بدك هي لكن هاي قاعدة ان معسكر الشر لن يسمح بوجود مثل هيك فكر اطلاقا لكن في حل في حل عجيب انه هذا الفكر لما يعادى اذا بتثبت عليه وبتصر وبتصمد هو اللي بنتصر يعني سيعادى ثم ثباتك عليه بيخليك انت السيد وكثير في التاريخ صارت المسلمين في كثير في تاريخهم كانوا هم الاسياد وكانوا اللي حواليهم من اصحاب الشر والدول تعاتي الظلم كلها تدفعلهم تعطيهم مال عشان يحموها لهاي الدرجة سيطروا والدنيا مرة فوق ومرة تحت وحنا على اخر لحظة هاي تلي احنا خر شوي ضايلنا نوصل فوق ومنبدأ بالفعل مرحلة السيادة والقيادة لكن تذكروا هذا القول بان احنا على اعتابها وتحتاج مننا خطوات بسيطة طيب السؤال هون انا ايش بايدي اني اعمل اولا وقبل كل شيء الثبات الثبات وعدم التلون يعني يعني مش مرة مع هون مرة مع هون لانه في هاي اللحظات مع هون مرة مع هون مرة بصير اسم نفاق مش دبلوماسي ولا سياسي لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء هاي الآية بتقول انه هون بصير فيه نفاق فالثبات والوضوح والتوضيح يعني بوضوح بتقولها اه انا مع هذا المظلم اه انا معه مش شايف فيه انه انسان سيء لا بوضوح الثبات والتوضيح والوضوح طب ليه شيء بيعملوا فينا يعني انت عن جد يعني شو اللي احنا حاملينه فعكلنا دانهم يخافوا منه الدنيا كلها حسن ديمقراطية وفكر كيف بدك وعمل كيف بدك ونقف على مسافة يعني ثابتة من جميع الاديان والكل اللي بده يعني يعمله انا دا كلها هذا الدين فيش فيه شيء بخور هو دين كثير 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 حلو وبحبش الظلم هاي الاخيرة تاعت بحبش الظلم هي السبب هي السبب في كل الازمة بطلعوا المسلمين من الدور وبيهاجموهم وبيعتدوا عليهم واللي بدك وبحركوهم وبحركوا ابناء بس عشان هاي الاخيرة بس طب عشان هم بيصلي يعني هم بدهمش انوكل لك انوكل لك هاي الكصة تاعت دهمش يانا نصلي دهمش aina نسمع قرآن او يكونوا عنا كراء قرآن او ضد العلماء وإنك تصوم وإنك تتعبد ما عندوش مشكلة هو عندو مشكلة مع إنه الفكر اللي انت حامله يوصل إنه يغير في اللي هو بعمله فهمت؟ لذلك حتى قريش من زمان شوف لما بقول لك قريش انت بتقدر تطبق على كثير من اللي انت بتعرفهم في حياتك حتى إنه قريش زمان قالت يعني إذا بدوا يعبدوا احنا بنعبد معهم يعني ما فيش مشكلة وكانوا يشوفوا المسلمين يعني لما بيصلوا في الجبال ما فيش مشكلة ويعبد اللي بدك إياه احنا عنا مشكلة مع الفكرة تبعت إنه فيه أشياء في أنظمتنا وقوانينا انت بدك تغيرها بحركك وبطلعك وبلعن أبو أساسك إذا بتكرب من الدائرة هاي ما تبقى اعمل بدك إياه مو يمحلها الصلاة ومحل الدين ومحل الله يعني ما في مشكلة أهم شيء ما تكتربش من إنك تغير من الأنظمة داعتنا يعني مثلا 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 قضية إنك أنت مؤمن في القرآن إنه الزنا ممنوعها من كيف بدك وكراها في المقام اللي بدك إياه والطريقة اللي بتحبها وفي الترويح ابكع كيفك وإحنا بنبكي معك أما تيجي تحاول تمنع تجارة الزنا وتحاول تمنع هاي النوع من الاستثمارات والربح العالمي شوو نقوعك فهمت مثلا 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 آمن كيف بدك أن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى آمن فيها كيف بدك وعيط وانت تكراها أما تيجي تطبك منها إنه هاي الأرض للمسلمين شو نوعا تهمتوا فالقضية كلها بالظلم إنك ما تكربش عليه ما تغيرش من القوانين اللي انحطت اللي هي ظالم الدنيا باللي فيها يعني هي النساء اللي يتاجر بيها هاي هي مش مظلومة في العالم مش عالمسلمين كل العالم مش مظلوم مش محتاج الإسلام إنه يجي يضوى عليه وينظف عنه هذا الظلم بلى هم يدوم الشيك لأنه في كثير ناس في العالم وجمعيات مستفيدي فهذا الكثير تمام ما بدوش حدا يصيبه وإن كان قليل حتى بدوش حدا يصيبه ولا يكرب عليه فالفكرة هون يا رب ما إنه صعب يعني أنا بحكي هيك يعني بعض الوضوح وبعض الغموض بس إن شاء الله نكون فاهمين الفكرة بأنك إذا جيت باللي جاء بي النبي عوديت فإذا أنت شايف في هاي الفترة ناس قدامك أو بتعرفهم أو قرأت أو اسمعت عنهم يعادوا ويخرجوا من ديارهم ويضيق عليهم ويقتلوا تمام فاعرف إنهم هذول على المسار المسار المزبوط اللي أنت ما يعني هما ما بدهمش تكون عليه وإن كنت من اللي بيشوفوني هسا من هاي الناس فاثبت فاثبت ويعرف إنك أنت على الحق وأكسم بالله العظيم وأكسم بالله العظيم إنه هذا الدين سيمكن إنما هي الموضوع بس موضوع صبر شوي وثبات شوي ووضوح كثير وتوضيح كثير أسأل الله أني وصلت الفكرة وفهمت علي ويا رب أني ما أخذ من وقتكم كثير تنسوناش من دعواتكم نراكم في فيديو آخر السلام عليكم ورحمة الله